يقول والدي في السودان كبير السن لكنه يستطيع الحركة قريبا مثل يذهب إلى المسجد ويذهب إلى البيوت القريبة ولكنه لا يستطيع العمل لكبر سنه وبه مرض يلازمه سنين طويلة إذا استطاع المجيء إلى الحج يمكن أن يؤدي الطواف السعي ولكن فضيلة الشيخ ليس له مال وأنا من هنا لا أستطيع أن أرسل له المبلغ الذي يأتي به وهو يكلف ما يقارب من 18 ألف جنيه سوداني فهل يجوز لي أن أحج عنه أفتوني بذلك مأجوري إن والدك إذا كان على الحال التي وصفت يعني ليس عنده مال فإنه يلازم الحج طيب ولو مات مات غير عافل الله ولو مات مات وهو قد كم يدينه لأن الله تعالى اشترط لوجوب الحج الاستطاع فقال تعالى والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن ليس عنده مال فإنه لا استطيع الحج وإذا لم استطع الحج فلا حج عليه فاطمع على والدك ولا تخف عليه ولا تقلق من عدم حجه لأن الحج ليس واجبا في حقه طيب في فقرها أخيرا السائل يقول هل يجوز مضح له من مالي؟ نعم الكرح على الميت جائزة كالصدقة عنه لكن الأفضل أن يتصدق والصدقة عن الميت أفضل من الأرخية لأن الصدقة عن الميت واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الأرخية فلم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أنه رحها عن أحد من أقاربه ولهذا من أجاد الابحها الميت إنما أجادها خياسا على الصدقة يقول فضيلة الشيخ أفيدكم حكظكم الله بأن والدتي أمد الله في عمرها بالخير والطاعة قد تجاوزت سن الخامسة والستين وقد انتحل جسمها وضعف إلا أنها والحمد لله تتمتع بطصر جيد وقدرة على المشي أيضا وأرغب في أداء فريضة الحج نيابة عنها إن شاء الله خاصة بأنها لا تقوى على الزحام والمشي لمسافات طويلة وشفقة مني عليها وحبا في عمل الخيرات والتقرب للمولى عز وجل بطاعة الوالدين أرغب في تأدية هذه الفريضة نيابة عنها وأفيدكم بأنني وفقت لله الحمد في أداء الحجة المقررة علي نسأل الله عز وجل أن يتقرب المقرورة نعم في أداء الحجة المقرورة علي نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال فهل يجوز أن أؤدي فريضة الحج عنها والحال ما ذكر طارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإسان إلى يوم الدين إذا كانت أمك بهذه المثابة لا تستطيع الوصول إلى مكة والقيام بمناسك الحج إلا بكلفة شريدة فلا بأس أن تؤدي عنها الفريضة لما تبث في الصالحين عن ابن أباس صلى الله وعنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فألتهم رأى فقالت إن أبي شيخا إن أبكته بريضة الله على عباده بالحج شيخا كبيرا لا يدفت على الراحلة أبأ حج عنه قال نعم وذلك في حجة الوجاء فلا حرج أن تقضي فريضة الحج عن أمنا ترجمة نانسي قنقر